السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير والاخير في فيديونا اليوم يقالكم كامل هنيين ومتهمين وصفتنا لنا اليوم ستكون وصفة جزائرية تقليدية وهي طمينة وطمينة فيها انواع عديدة طمينتنا اليوم ستكون طمينة سميد وهي طمينة الناس الوسط مع فكرة وحيلة جديدة لما تخليش لدام يخرج منها وتبقى طرية لمدة طويلة سنشارك معكم طريقة تحضيرها وطريقة تزيينها بالتفصيل المومن في مقلالة كنت حطيتها سخونة حطيت عليها كمية على الجلجلانية هنا الكمية على الجلجلانية ستتحكمي فيها حسب الكمية السميدة والطمينان نبقى نحرك في الجلجلان مليح حتى تطلع ريحته وكي تطلع ريحته وخلاص نحيه ما تسنيه يتحمر لك بثاف نخليه يدفع شوية من بعد نحيه كبش هنا الكمية التي استعملتها قيس فنجال جلجلانية رح نرحيها مليح حتى تحصل على بودرات على الجلجلان حاولي كما رككم تشوفو فيه هنا راه بودر يعني كامل الحبات تقلاولي قصدي التر حاولي بودرات على الجلجل نقليه السميدة السميدة التي استعملتها سميدة متوسط لا يوجد خشين ومشيه هذا الارطب الخلاص الذي نقوم به الكسرة سنقليه هناك تقليه هناك تقليه تكون النار ناقصة لا تكون قاوية ومع التحريك المستمر يعني لا تضع دقيق وتخليه مع التحريك المستمر حتى ان تتحصل على لون ذهبي ما لازمش تحمري السميدة بزاف لانه كاكة رح يبصلك والدام رح يخرج منه شوفو هناك السميد اللي موش مقلي اللون رح صفر واللي قليته شوفو اللون كيف شراه يعني كاين فرق في اللون هاوليك يعني ما حمرتوش بزاف تحصلت على اللون ذهبي هنا غير مع التصوير ويبينك اللون تعمل وكي ما تشوفو هناك عندي الكمية السميدة اللي كنت قليتها عندي الجلجنانية اللي كنت قليتها ورحيتها تحبي تضيفي معها نوع من المكسارات باش يعطيك الذوق ضيفي لها عندي كيلة تعالعسل عندي كسمة وسطها تعالعسل ونفس الكيلة تعالعسل هي الزبدة ومن هنا عندي مجموعة من المكسارات والحلوة والورد اللي باش نزين بهم الطميناتاعي فيما بعد نجيب ايناء نحط عليه الزبدة تاعي انا هي الزبدة رح نذوبها في الميكروند انتي لحبيتي ذوبها في طاوة ديليها في طاوة كبيرة فرت مرة باش تخدمي فيها على ضربة واحدة بعدما ذوبت الزبدة ذركة رح نضيف عليها هذاك العسل يعني العسل رح يطلق مع هذه الزبدة اللي تكون سخونة اكيد رح ذوبها يعني رح تسخنيها ما تسخنيهش بزبدة حتى انتتحرك ونضيف عليها العسل مع درجة الحرارة تاع المارغارين ونحي يتحل وحده يعني ما نحطوش على النار باش ما يسخن بزيادة ويتكرمن ونجيبوه البراميكسر ونميكسيو هذاك العسل والزبدة مع بعضاهم وهذه هي الفكرة والتدبيرة اللي نديروها باش ما تخليناش اللي يدام يخرج من الطميناتانا بعد ما نزاش تكون كما راكم تشوفوه والخالات متجانس يعني ما تخرج هذه الزبدة على العسل نضيفو الجرجلانتانا ونبدأ ونضيفوه في السميد التعناب بالتدريج ونحركوه كما راكم تشوفوه نحركو مليح مدة ربع دقايق حتى الخمس دقايق حتى نلاحظ باللي السميد تشرب مليح هذه الزبدة والعسل ونشوفها اذا ما زال محتاجها سميد او لاحا قدما حركنا مليح قدما ليدام هذك ماهوش راح يتحرك خلاص وماهوش راح يخرج لك في السحن كتسر بها ما تجيكش هكا هذيك الطبقة الفقانية على اليدام وهنا وصلنا المرحلة الاخيرة تعال التزيين انا حبيت نقسمها على زوج سحونة بدلت سحن دلت سحونة واحد اخرين قسمتهم على اثنين راح نزينوا سحن الاول اكيد راح يبقى التزيين حسب الذوق تاكم وحسب الرغبة تاكم وحسب المتوفر عندكم لكن حبيت نعطيكم بعض النماذج كاين بزاف اللي يشوفوا صور للتزيين كي يبغيوا يطبقوا هذك التزيين تروح لهم هكا ما يعرفوش يطبقوها مرة تكون فكرة بسيطة بسح ما نعرفوش نطبقوها من الصورة لازم فيديو كما شدتوه كنت حطيت في النص وردة وجبت اللوز ايفيلي دورت على الوردة هذيك اللوز ايفيلي سير داير يعني درت به حلقة الاولى وره هذي تدرت حلقة ثانية هكا حطيتهم وره بعضاهم درت ثلاثة تعطروا كما نقولوا بالعامية يعني الحلقة الاولى الثانية والثالثة تحصلت على هذا الوردة كما راكم تلاحظوا وعندي هنا البيستاش البيستاش كنت قسمت الحبه على اثنين اذا كانت الحبه تاعك صغيرة رقيقة قسميها غير على اثنين واذا كانت الحبه كبيرة كما تعيك قسمت الحبه تاع البيستاش على اربعة وحطيتها بهذا الطريقة كما كنت تشوفوا تحطيهم على شكل حرف V وتكمليه في النص بحبه برك هكا بيش تقفلي بيها وفي النص كنت تدرته رشاتي على القرفة اللي ضروري جدا انه تحضر القرفة في هذا الطمينة ما حبيتش نديرها هي اللي لو نحط فوقها البيستاش حبيت نخط البيستاش باش ندير القرفة هكا باش يجي المنظر التحباهي وتجيب عينه وفي النص فاذاك الفارغ اللي جايبين البيستاش راح نحط نص حبات علشوس كما قلت لكم انا نعطيكم نموذج نعطيكم طريقة التزيين واكيد الباقي راح يبقى لكم توما حسب المقدور بتاعكم وفي الحاشية السحن راح ندور عليها انصاف البندق بهذه الطريقة اذا حبيتوا في بلاس نص على حبة البندق تديروا القرفة نروحوا للسحن ثاني وتزيين الثاني راح نزين باللوس اللي حبت تزين بالكوكاو او بلاكشور درت وردة من بعد دورت عليها كما تشوفوا اللوز بعده وفي الفراغ جيبت الارز المنفوخ يجيها كاروز من فوخ وملبس بالسكر حطيته بهذه الطريقة وفي النهاية راح نجيب الرقائق على اللوز نحطهم بهذا الشكل بهذه الطريقة وفي النص راح نجيب الورد نجيب حبيبته على الورد يكونوا صغار شوية ونضعهم بهذه الطريقة كملتها ساير داير كما شدتوا وهنا كنت حبيت سييدة نضع وردة بالقرفة ونضع في وسطها هذا الوردة بالصح ما قنعتني لا علاقة الوردة على الأقل تكون فيها خمسة هذا الوردة المهم نحيتها في بلاستها كنت حبيبات حبيبات عنوات كاجو كما راكم تشاهدوا ورح نزيد كنمسة أخيرة الرشة على القرفة كما قلت لكم لازم تكون في هذه الطمينة كما قدرت في السحن الأول مع البيستاشة سوف نضع هنا مع هذا الروز المنفوخ وهذه الطمينة في شكلها النهائي جاية بتزيين جد راقي هذا السحن تزيينه ملكي هاي البزاف التزيين راقي بزاف يحمر وجهك مع ضياف وسهلة يعني طريقة التزيين جد سهلة وتعطيك منظر راقي في نفس الوقت نفس الشي بالنسبة للسحن ثاني كما راكم تلاحظوا كما قلت لكم في بلاست اللوز تقدروا تديروا الكبكا وتحصلوا على نفس الشكل نفس النتيجة وفي الحواف اذا حبيتوا تدوروا في الحواف ثاني القرفة تبقى لكم الاختيار لكم ان شاء الله تكون عجبتكم طريق التحضير وتزيين هذا الطمينة ونبقى محافظين دائما على وصفتنا التقليدية حتى واذا زدنا لهم لمسات خاصة ولا لمسات عصرية نبقى دائما محافظين على وصفتنا الجزائرية التقليدية ونحاول انه نحيوها في مناسبتنا الخاصة ولا مناسبتنا التقليدية وهنا نكون وصلنا نهاية فيديو ونها اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ما بخالي غير نقولكم تخلوا في رواحكم ونتلاقوا في وصفات وفيديوهات قادمة ان شاء الله في امان الله